الهجوم الذي وقع أمس ضد القوات التركية في إدلب بسوريا ترك أنقرة في حالة صدمة وغليان. لا يبدو أن تركيا تتحمل بسهولة هذه الحصيلة الثقيلة. وهي أكبر حصيلة من القتلى تتكبدها القوات التركية خارج حدودها. بعد الهجوم مباشرة بدأ وزير الدفاع التركي خلوصي أكار. هو من يشرف على العمليات الحربية في إدلب بشكل مباشر. بينما لم يظهر الرئيس التركي رجب طيو إردوغان ولا رئيس حكومته على غير العادة. ربما بسبب الاجتماع الأمني الموسع في أنقرة. يجب الإشارة مشاهدين إلى أن صور الهجوم شحيحة بسبب التعتيب على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا. وأيضا القوات المعارضة السورية الموالية لتركيا. الهجوم وقع ليلا أمس الخميس في محافظة إدلب بغارات جوية. استهدفت مشاهدين رتلا من القوات التركية. قيل إنها وجدت في منطقة لقوات المعارضة السورية. روسيا نفت أي علاقة لها بالغارة. بينما تعتقد أن الجيش السوري هو من نفذ تلك الغارة. الذي وقع أن الرتل العسكري كان يوجد بالقرب من بلدة أحسن. هذه البلدة التي تظهر في هذه الخريطة. وبالتحديد بين منطقة ألبارة وبليون. استهدف رتل جوان. فهرب الجنود الأتراك محتمين بالمباني القريبة. ثم استهدفها بالمدفعية. وهذه المعلومات استنادا لرواية المرصد السوري لحقوق الإنسان. ضحايا الهجوم تم نقلهم بسيارات الإسعاف والشاحنات برا إلى الحدود. بالتحديد إلى مشافي مدينة الريحلي التركية. طوات الجيش السوري لم تعلق على هذا الهجوم والمعارضة. التي عادة تنشر مواد كثيرة للهجمات التي تقع في مناطق سطراتها. لم تنشر أي صور لهذا الهجوم وما خلفه. كل ما هو متداول مشاهدين حتى الآن هو هذه الصور. للغارة الجوية ليلا. والتي تظهر فيما يبدو قذائف أو صواريخ. وأيضا فيديو آخر لرتل العسكري التركي معطوب العجلات. يرجح أن جنود الأتراك تركوا ولاده الفرار بعد القصف محتمين بالبنايات القريبة من بلدتي البارة وبليون. ننوه إلى أن هذه الصور متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. ولا يمكن التأكد منها من مصدر مستقلة. بالنسبة للجيش التركي والحكومة لم يكن هناك مجال الانتظار في ظل الغموضة الذي أحاط بالهجوم. وأيضا وقوع الخسائر الثقيلة. رد الفعل لم يكن تصريحات هذه المرة. بل قامت القوات الجوية والبرية بشن غارات وقصف على كل الأهداف المعروفة للقوات السورية وتجمعاتها. ووصلت في الساعات الأولى إلى 200 هدف. الصور هذه مصدرها وزارة الدفاع التركية. ولا يمكن التأكد منها تاريخي وقوعها بالضبط. تركيا بدأت بعد الهجوم في أقصى درجات الغضب. فاستدارت لحلفاء الغربيين وبالتحديد أوروبا بلهجة التهديد والتلويح. هذه الصور مشاهدين لموجات جديدة من المهاجرين من اللاجئين والفرين من الصراعات. تقول تركيا أنها لن تلتزم بمنعهم من الوصول إلى حدود الاتحاد الأوروبي. وأنهم بدأوا يتحرقون باتجاه أوروبا. وفي الحقيقة أن هذه الصور أيضا لا يمكن التأكد من تاريخ التقاطها. وهي اللاجئين سوريين وبعض العراقيين في الغالب. لماذا يشعر أردغان أن عليه إخراج ورقة اللاجئين وتخيف أوروبا وحلف شمال الأطلسي بعد هذا الهجوم؟ الجواب هو دفع القوى العظمى إلى فرض منطقة حذر الطيران لحماية مئات الألاف من المدنيين السوريين. من قصف قوات الجيش السوري التي تدعمها إيران وروسيا. يجب أيضا الإشارة إلى أن عشرات بل المئات من المدنيين السوريين قتلوا أو فروا في الأيام الأخيرة. جراء قصف قوات الجيش السوري في حاولة للسيطرة على ما تبقى من مناطق المحافظة. هذا الطفل مثلا مشاهدين إذا ظهر في هذه الصورة هو ضحية القصف أمس على مناطق سكنية في إدلب. طالما ظهر أردغان وبوتين كحليفين. فالملف السوري على الرغم من التناقضات على الأرض بين دور كل منهما. روسيا قالت إنها لم تعلم بوجود قوات تركية في تلك المنطقة. كما يقتضيه التنسيق الذي تخبر من خلاله موسكو. دمشق يتحقق خفض التوتر. هذه الرواية لا تصدقها تركيا. فلجأت الحكومة التركية لحلف الناتو. اجتمعت بقياداته اليوم وطلبت قبل قليل من روسيا من الحكومة السورية. وقف القصف على إدلب فورا. وفقا للمادة أربعة لمعاهدة الحلف التي تقضي بحماية أي عضو. وهي تركيا عضو طبعا قد يتعرض أو تتعرض صيادته للتحديد. ترجمة نانسي قنقر